أهلا بكم. تلعفر هو أكبر أقضية العراق. أما المدينة فهي أحدى أقدم مدنه. في مدينة تلعفر عدد من الأحياء القديمة تشبه في طبيعتها أحياء الجانب الأيمن من مدينة الموصل. ما يعيق دخول الأليات المصفحة والمدرعة إليها. كذلك شكل بعض سكانها حواضنة للتنظيمات الإرهابية منذ دخول هذه التنظيمات العراق. أقدم أحياء تلعفر حياء السراي وحسن كوي. هذان الحيان يعدان معقل شخصيات تنظيم داعش. إضافة إلى وجود عدد من أبناء هذه المنطقة في القيادة العسكرية للتنظيم. حي الطليعة يعد من المناطق المختلطة. يتكون من ثلاثة قطاعات. الأول والثاني والثالث. ومن حيث التركيب المذهبي فسكانه من السنة والشيعة. من الأحياء القديمة أيضا ما يقع في شمال غرب تلعفر. أحياء القلعة والربيع والوحدة. ومن الجنوب حي الخضراء. نقطة الدخول إلى غابات تلعفر من جهة الشمال الشرقي. ومن الجنوب الغربي حي المعلمين. أما شمال شرق حي القلعة. فيشكل نقطة ارتباط بين أحياء السراي وحسن كوي. ومعظم بيوتها لسكان فر من داعش. وتم تفخيخها. حي النداء. وهو من الأحياء القديمة. ويرتبط من الشرق بحي الطليعة. ومن الغرب بحي المعلمين. ومن الجنوب بالبستين. ومعظم سكانه قبل النزوح كانوا من الشيعة. حي القلعة. وهو مركز المدينة. في وسطه. قلعة تلعفر الأثرية. التي فجرها داعش قبل سنتين. ويفصله من الشرق. واد عميق. ويربطه جسر بحي السراي وحسن كوي. وفق التقديرات. فإن عدد النازحين من قضاء تلعفر والقرى المجاورة. أكثر من 300 ألف نسمة. فيما عدد النازحين إلى أطراف مدينة الموصل. نحو 50 ألفا.